للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام أستاذ أشرف بعد التحية أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت نسيح خيب وكل تأكيد هذه الزيارة مهمة للغاية تأتي في إطار مثل فيك التشاور والتباحث والنقاش المعمق بين الزاعمين في المنخة المحرمين الشريفين فيما يتعلق بضعميك وتطوير علاقات المصرية السعودية تشهد أفض أرحب نحو مزيد من المطوير والتعمق وأيضا فتح مجالات دمية للعلاقات السياسية والثموية وهناك في الفعل درجة كبيرة من السماعي في العلاقات المصرية السعودية الثانية السعودية الشريكة بئيس الستراتيجي المصر في شرق الأرسل والعالم وهناك في حفومات اطلاعات بلغة الأهمية في مصر 30 مليار دولار وذلك أفضل أن هناك بساعل مسئل من القواصل المشتركة في المصرى السياسية والثموية فيما يتعلى تستثقل الأمن بالقوم العربي فيما يتعلق أيضا بيساد شوق وفك المصار الإلاقات نحو توفير الحماية والمزارة في كتير من القضايا العربية أما أيضا يتعلى تطورات وفدعات ما يحدث حاليا في أوكرانيا والترابات الستزمية على منطقة الشرق الأوسط وتوحيد المواقف المصرية والسعودية العربية في إطار توفير من القضايا الحماية والأمن والاستقرار في المنطقة وأيضا يتلاحظ تحول ما يعرف بقضايا تقليل المصارع حاليا وأيضا توفير كثير من الحصانة للدولة الوطنية العربية في حد قضية على طبال البلدان شكلين جناحين أمة ولدائهم من القدور والقوة والمنع ما تطعان ونصل في الكثير من القلوب والاشتراكات بأزمات عربية عربية في الكنية التوحيد وتفكير السبط العربي قبل الكمة العربية المفتقلة في الجزائر الأشهر القادمة أعتقد أن هناك ثلاث درجة كبيرة من التماء فيما تعلق لحقير التشاوط في نواة التبع الماضية لأعتبار السعودية لعبة طورا كبيرة في توقيع الحارقة لمصر في نهاية كثير من بعض التحقيات رجحت مصر في حد قدر السجادة المصرية في تصوير التحققات الأمن والاستقرار في مصر ونأتبا أن السعودية أيضا مدائها رغبة كبيرة في ضرورة تعميق التشاوط والاستثمار في مصر لأعتبار عمصر جيادة للإستثمار ونأتباع السعودية في حد قدر فترة كتادية وتجموية بلدات الأهدية وفلال مشبعات التشاركة وفضل اشتراكة الاستراتيجية للمصرية السعودية في تصوير السعودية في تعميق العلاقات وتوفير كثير من مضالات الحماية للأمن القوم العربي تعتبار البلدين الرئيلي وما يتعلق به توفير التحققات التفاهم والطلاق للعرض العربي أشكرا جزيلا شكرا لأستاذ أشرف العشر مدير تحرير الأهرام شكرا جزيلا على هذه المشاركة شكرا للمشاهدة